أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الانتصار الجديد الذي حققه فريق البحرين فيكتوريوس للدراجات الهوائية دلالة على الإمكانيات العالية والخطة الطموحة التي يسير عليها الفريق في مواصلة الترويج لمملكة البحرين والمساهمة في جعل الرياضة عاملاً رئيسياً في رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز الدراج سوني كولبرالي بالمركز الأول في سباق ميموريال ماركو بانتاني الذي أقيم في إيطاليا بمشاركة واسعة من الدراجين من مختلف دول العالم مشيراً سموه إلى أن هذا الانتصار سيعطي الفريق الحافز الكبير في مواصلة تحقيق الإنجازات في المشاركات القادمة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق البحرين فيكتوريوس للدراجات الهوائية تمكن من السير بخطة ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرسومة للفريق عبر التواجد الدائم على منصات التتويج في مختلف السباقات التي شارك فيها مبيناً سموه إلى أن الفرق القادمة تحتاج إلى مواصلة التكاتف في سبيل حصد المزيد من الإنجازات وتمكن الدراج سوني كولبرالي من تحقيق المركز الأول بجدارة واستحقاق في سباق ميموريال ماركو بانتاني بإيطاليا ترجمة نانسي قنقر